بسم الله نبدأ دائماً وأبداً أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلاً بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية مع الفصل الثاني من قصة كفاح شعب مصر الفصل الثاني عنوانه كفاح شعب مصر تعالوا نشوف بقى مع بعض إيه أحداث الفصل بتاعنا أول حالة ناخد فكرة بسيطة عنه مؤلف هذه القصة الجميلة وهو عز الدين فراج ولد سنة 1914 بمحافظة سهاج تخرج في كلية الزراعة سنة 1936 وحصل على الماجستير سنة 46 ونال درجة الدكتوراه سنة 56 له أكثر من سبعين بحث علمي في مجال الزراعة كما قدم للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات منها حياة محمد، عزمة الرسول، الإعجاز العلمي والإسلامي إلى جانب بعض الكتب في المجالات الأدبية والاجتماعية منها فن القراءة، العالم العربي الجديد نحو قرية أفضل شخصيات لازم نتعرف عليها قبل ما نتطرق إلى أحداث هذا الفصل الشخصية الأولى اللي احنا شايفينها قدامنا على اليمين قمبيز وده ملك فارس وبلاد فارس قديماً هي حالياً وكان يحلهم قمبيز بدخول مصر كان عايز يدخل مصر ويحتل لها الشخصية التانية أبس ماتيك وده أمير مدينة منف اتجه إليه قمبيز بقواته ومع الأسف انتصر عليه يبقى عندنا في هذا الفصل شخصيتين قمبيز وأبس ماتيك مضمون فصلنا النهاردة بنقول يتناول هذا الفصل انهيار دولة آشور وظهور دولة الفرس كوريس شرعي لها هجوم قمبيز على مصر في القرن السابع قبل الميلاد ومواجهة المصريين له فلجأ إلى الحيلة والمكيدة حتى استطاع دخول منف بعد هزيمة أبس ماتيك لكن الشعب المصري لم يضعف ولم يلن وطرد قمبيز زليلا خارج البلاد طيب عناصر فصلنا النهاردة لخصناها في أربع عناصر العنصر الأول بنقول غزو الفرس لمصر العنصر الثاني رفض المصريين لتهديدات قمبيز العنصر الثالث مؤامرة الفرس الخبيثة العنصر الرابع اكتشاف المصريين للمؤامرة وتحقيق النصر تعالوا نتناول بقى كل عنصر من هذه العناصر بشكل مفصل العنصر الأول اللي بنقول فيه غزو الفرس لمصر في القرن السابع قبل الميلاد تداعت دولة آشور وكانت دولة الفرسي الوريسة الشرعية لهذه الإمبراطورية المتداعية وبدأ قمبيز يحلم بدخول مصر فراحة يعد جيشا كبيرا هجم به على مصر وكانت له الجولة الأولى يعني انتصر جاءت الأنباء إلى الفرس أن المصريين مصممون على الدفاع والاستماتة ومصرون على أن يكبد الفرسة أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالية أراد قمبيز أن يلجأ إلى السياسة والخديعة فأمر بتجهيز السفينة تتجه نحو منف وعليها مناد ورفع لافتة فوق صاريها لكي يطمئن لكي يطمئن المصريون إليه طالبا منهم التسليم من غير حرب ومن غير قيد أو شرط أخذت هذه السفينة تنتقل من قرية إلى أخرى والمصريون يشيعونها بنظرات الحقد والسخرية حتى وصلت إلى منف لما وجد الفرس أن المصريين لا يقيمون لها وزنا أرسل قمبيز إليهم رسالة يقول فيها أنا قمبيز لم أكتب إليكم لإرغامكم فإني أود زيارتكم لا حرج عليكم إذا أردتم الحضور إلي تعالوا إلي أنا الذي سيمنحكم مجدا أكثر مما تتمتعون به الآن أكتب إليكم هذا وأزيعه عليكم فإذا استمعتم إليه كان هذا خيرا لكم وإلا فكونوا مستعدين لملاقات غضبي الذي سينصب على رؤوسكم إني سيد الأرض كلها ده كلام مين كلام قمبيز هذه الرسالة في العنصر الثاني بقى هنشوف إيه رد فعل المصريين لتهديدات قمبيز الوقحة دون أول هذه الرسالة التي أزاعها رسول قمبيز لم تضعف من عزيمة المصريين بل على العكس زادتهم حماسة على حماستهم وأخذوا يتشاورون فيما يفعلون واستقر رأيهم بطبيعة الحال على رفض طلب التسليم على أن يبعثوهم أيضا برسالة تهديد إلى الملك الفارسي جاء فيها نكتب إليك أيها الجبان الرعديد قمبيز لقد تركنا رسولك يذهب بسلام لا خوفا منك بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة ولكن إذا آثرتم سخطنا فسوف تعلمون ما نحن فاعلون بكم وما دامت الأنهار تفيض بمياهها وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم والأركان فسوف تعلم يا قمبيز ما سيحل بك العنصر الثالث مؤامرة الفرس الخديثة يترى إيه حصل لما قمبيز استلم رد المصريين على رسالته لما عاد الرسول وسلم سيده قمبيز فرسالة المصريين طالب رجاله جميعا فقال له أحدهم أيها الملك قمبيز المصريون مدربون على الحروب لا تهاجم المصريين أرسل إليهم رسلا يطوفون بأنحاء البلاد ويتحدثون باسم فرعون مصر ويتحدثون حديثا معسولا يناشدون به الشعب أن يجتمعوا في وليمة دون سلاح حتى تبعد فكرة الحرب من تفكيرهم فإذا اجتمع شملهم فسيرى سيدهم أن هناك سيدا آخر قد صار بيده الأمر فيستولي عليه الخوف فيستولي عليه الخوف واليأس وبذلك تخضع لك البلاد فكان رأي أحد رجال قمبيز استمع قمبيز إلى هذه النصيحة وأرسل رسله يبلغون المصريين أمر هذه الوليمة على أساس أن الداعي لها هو فرعون الذي أفضى إلينا بأمور خاصة ستحدث هذا العام ولم أشأ أن أكتب إليكم بشأنها بل فضلت أن تحضروا بأنفسكم ومن امتنع عن الحضور فستصيبه لعنة الإله وغضبه وأما من يلبي ويحضر فستحل نعم الإله عليه وعلى أهل بيته شايفين بيلعب بإيه؟ بيلعب بعقيدة المصريين تعالوا بقى نشوف العنصر الرابع بيقول إيه؟ اكتشاف المصريين للمؤامرة وتحقيق النصر لم ينخدع المصريون بحيلته بل علموا أن ذلك مكيدة من أعدائهم للإقاع بهم فحشدوا الجيوش وقابلوا بها قمبيز فاتجه قمبيز بقواته إلى منف وفتحها وغلب أبسماتيك إلا أن الشعب لم يلن ولم يضعف وإنما استمر يناضل هذا الدخيل ويقاومه وظلنا الفرصة أن الأمر في مصر قد استتبى لهم وأن مصر أصبحت لقمة سائغة أو فريسة سهلة لهم ولكن المصريين راحوا يقاومون مقاومة الأبطال الأحرار وأبوا أن يركنوا إلى الهدوء في ظل هذا الاستعمار البغيض كانت قلوبهم تنبض بمجد مصر السابق وصدورهم تتطرم بنيران الكراهية والحقد لهذا المستعمر فإذا بهم يقومون قومة رجل واحد في وجهه في وجهه سائرين متمردين حتى حولوا واد النيل إلى شعلة ملتهبة من الكفاح الشعب المسلح وكلما عاود ملك الفرص الزحف على مصر رده الشعب زليلا مرة بعد أخرى وتحررت مصر من بطش فارس والتبوأ المصريون عرش آبائهم وأجدادهم كراما أعزاء فما أصابهم يأس ولا ضعف بل ظلوا سينين طويلة يكافحون إمبراطورية واسعة إمبراطورية واسعة الأرجاء وهم صامدون كالجبال حتى طردوا العدو وتحرروا منه تعالوا شبا مفردات هذه الأحداث تداعت بمعنى تصدعت وانهارت آشور مكانها العراق حاليا الاستماتة الصبر والثبات في الدفاع يشيعونها أي يتابعونها لا يقيمون لها وزنا أي لا يهتمون بإحاء إرغامكم أي إجباركم وإهانتكم سيمنحكم سيعطيكم الرعديد الذي يرتعد عند القتال خوفا موطدة الدعائم قوية راسخة يطوفون أي يدورون ينشدون يطالبون مكيدة خديعة استتب استقر يركن بمعنى يميل ويتجه تطرم بمعنى تشتعل وتتقد متمردين أي معاندين بطش فسوى وعنف تبوأ أي نزل وأقام صامدون ثابتون الأرجاء هي النواحي تعالوا شبأ أحداث هذا الفصل في صيغة سؤال وجواب متى تداعت دولة آشور وما الدولة التي خلفتها أيوة أحسنتم تداعت دولة آشور في القرن السابع قبل الميلاد والدولة التي خلفتها هي دولة الفرسي التي خلفتها كواريس شرعي لها بما كان يحلم قنبيز وماذا فعل ليحقق حلمه تمام أحسنتم كان يحلم قنبيز بدخول مصر والذي فعله ليحقق هذا الحلم أعد جيشا كبيرا هجم به على مصر ونجح في دخولها ما موقف الشعب المصري من احتلال الفرس لمصر يا ترى الشعب المصري عمل رضخ واستسلم للأمر الواقع وكيف نفسه مع المحتل ولا عمل بالصبت تعالوا نشوف مع بعض نقول صمم الشعب المصري على الدفاع والاستماتة وإصابة الفرس بأكبر الخسائر يعني الشعب المصري لم يستسلم طيب لماذا لجأ قنبيز إلى استخدام الخديعة والمكر مع المصريين نشوف الإجابة ونقول لأن قنبيز علم أن المصريين مصممون على الدفاع عن بلدهم فأراد أن يطمئنهم حتى يستسلموا حتى يستسلموا له دون قيد أو شرط طيب ما الحيلة التي قام بها قنبيز لخداع المصريين وما موقف المصريين منها نشوف مع بعض ونقول الحيلة التي قام بها قنبيز أنه أمر بتأجهيز سافينة تتجه إلى منف وعليها منادم يرفع لافتة يطلب منهم التسليم من غير حرب موقف المصريين أنهم لم يقيموا لها وزنا وكانوا ينظرون إليها نظرات كلها سخرية وحقد طب لماذا صنع قنبيز وليما للمصريين ليعمل لهم مائة الطعام كده وعزمهم وقال لهم تعالوا تشوف الإجابة ونقول ليخد ليخدعهم ويبعد فكرة الحرب يبعد فكرة الحرب عن أزهانهم ويبث الخوف في قلوبهم يبث الخوف واليأس في قلب ملكهم حتى تخضع له البلاد طيب ما موقف الشعب المصري من وليمة قنبيز لم تضعف عزيمة الشعب المصري وازدادت حماسته واستقر على رفض التسليم بهذا تنتهي حصتنا وأتمنى لكم كل توفيق وكل نجاح وأترككم في رعاية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم على خير بإذن الله